غدا الجمعة هو يوم العيد عيدان في يوم واحد لقد تزمن هذان العيدان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينها قال لأصحابه رضوان الله عليهم اجتمع في يومكم هذا عيدان فما الحكم حين يجتمعان؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون فمن أحكام اجتماعهما أن من حضر صلاة العيد فيجوز له عدم حضور الجمعة ولكن يصليها ظهرا في بيته والأفضل أن يصلي الجمعة مع الناس من لم يحضر صلاة العيد فلا تسقط عنه الجمعة ويجب عليه السعي إلى المسجد لأدائها يجب على إمام الجامع إقامة الجمعة ذلك اليوم إن حضر العدد الذي تنعقد به الجمعة وإلا فتصلى ظهرا لا يشرع الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم وهذا من تيسير الشريعة ورفع الحرج والمشقة عن الناس قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج